احنا اخدنا the resultant of two forces acting at a point وعرفنا نجيب resultant R كان شكلها ايه وعرفنا نجيب الثيتا واخدنا examples على الكلام ده لكن R في الرول اللي احنا اخدناها بنعتبرها general form في اول general case فهنا اخد دلوقتي some special cases تعالوا مع بعض نشوف if the force F1 is perpendicular to the force F2 يعني لو كان الفرس F1 والفرس F2 include an angle 90 degree يبقى دا معنا l-alpha equals 90 degree لان l-alpha هي الangle between the force F1 and the force F2 طيب the resultant between two force sorry the resultant between two force L-alpha make an angle theta with the first force طيب في ال special cases بقى بتاعتنا دي عايزين نجيب شكل الر ايه وشكل الثيتا ايه يبقى احنا ناخد about six special cases في كل case لازم نحسب شكل الر والشكل الثيتا تمام؟ تعالوا مع بعض نشوف العالم ناخد العالم نامل سبيل ف1 سبيل ف2 سبيل ف1 ف2 عامل substitution على alpha cosine 90 degrees. طيب أنا عندي cosine 90 degrees equals كم? cosine 90 degrees. الترم ده كله equal zero. كل الترم ده equal zero. طيب للر. طبعا بعد ما اجيب الر اخد square root. طيب نيجي نشوف الثيتا. انا عندي الثان ثيتا equals F2 sine alpha over F1 plus F2 cosine alpha. يبقى هنا equals F2 sine 90 degrees over F1 plus F2 cosine 90 degrees. طبعا انا عارف ان كوسين 90 بزيرو. يبقى الكلام ده عبارة عن تان ثيتا equals F2 over F1. طبعا اقدر اجيب الثيتا ان انا هعمل ثيتا equals تان مينس F1 لف2 over F1. ودي الرول number 2. امتا التو رول اللي انا اخدتهم دول؟ دول شكل الار والثيتا لما يكون الـ two-fourths perpendicular or make an angle 90 ديجري. ادول هما شكل الار وشكل الثيتا. طيب ناخد اجزامبل على الكلام ده. ديجري. نحن لدي lam300 mm. أيضا قبر اجزام appli أجزعملمي باللاب او مينسيال2. التوري. اجزامبل على مينسيال3 مين plastic اعягانล w kbhhhhhhhhfhhafhhjhhhfkshhfhhjhphh awinfhhhshhfhhthhfhfh بكلمة بيربينديكولر يبقى هنا معناها ان الالفا ايكولز كام ناينتي طيب انا مش محتاج ان انا استخدم الرولز بتاعة الار والثيتا اللي اخدناها في الفيديو الاولاني لا انا خلاص عرفت هنا ان الار square equals f1 square plus f2 square when the two force are perpendicular to each other وعرفت ان الثيتا equals 10 minus 1 f2 over f1 خلاص انا استخدم كل ده في الاكزامبل اللي بتاعي تمام اولو السنس ر squared equals f1 squared plus f2 squared because the two force هنا مالهم بيربينديكولر which is equals طبعا الاليونتز of the force is kilogram weight r squared 8 squared plus 15 squared equals 289 taking square root so r equals 17 kilogram weight يبقى دي resultant طيب نجيب الثيتا انا عندي الثيتا equals 10 minus 1 f2 over f1 which is equal 10 minus 1 f2 15 over 8 15 over 8 بعد كده نعمل بالcalculator shift كما يبقى الثيتا equals 61 degrees و 55 minutes with 39 seconds ودي كده الكاس وان واكزامبل عليها تحياتي لكم مستر يشام اسماعيل ما تنسوش تعملوا اه تعملوا على بتاعتنا على اليوتيوب ايديو ستيج اكاديمي باذن الله عايزين نشارك الفيديوهات مع كل اصدقائنا عشان الكل يستفيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته